موضوع الاهلي من شوية طلعت كلام على السوشيال ميديا وعلى المواقع ان الاهلي بيخلص محمد بسام حارس مرمى صيراميكا سألنا في القصة دي في النادي الاهلي قالك لا يعني حتى الان ما فيش حاجة خالص حتى موضوع علي لطفي ما تمش حارس مرمى زد وحتى الان وانا بكلمكم دلوقتي خلي بالكواب تحصل حاجات في اخر دقايق في القيد الاهلي مستمر بنفس حراس المرمى الموجودين مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف وحيطلع حارس صغير موليد 2005 اسمه حازم جمال حيقيده في القيمة الافريقية عشان الاهلي بيعنده اربع حراس مرمى اسمه حازم جمال موليد 2005 ده حارس صغير الاهلي حيقيده في القيمة الافريقية عشان يكون موجود مع مصطفى شبير ومع حمزة علاء ومع مصطفى مخلوف التلات حراس الشباب اللي موجودين في النادي الاهلي وانا شايفها لو الاهلي عمل كده هتبقى فرصة كبيرة جدا لمصطفى شبير والحمزة علاء والمصطفى مخلوف ان هم يعني يكونوا موجودين ويثبتوا نفسهم كحراس مرمى واعدين مع النادي الاهلي حتى الان مفيش اي حاجة الاهلي متعاقتش مع حارس مرمى بعد اصابة محمد الشناوي طبعا ان محمد الشناوي ربنا يشفي ان شاء الله او حيعمل او عمل خلاص عملية جراحية في الكتف وحياخد 3-4-5 شهور عبال مايرجع اعتقد ان المسم ده خلاص بالنسبة له انتهى محمد الشناوي